السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم عالم مع وطف كانت مننا دائما ان الفيديو يلقاكم باحسن احوال وفي صحة جيدة اليوم ان شاء الله سنشارك معكم وصفة بسيطة وسريعة بالبروكولي كتجي الديدة بزاف وسهلة وسريعة في التحضير وحتى المكونات ستشوفوا معي بانها بسيطة فاول شيء سنحتاج البروكولي اللي سناخدوه سننقيه من بعد سنغسلوه مزيان و سنديرو كي تسلق مع القليل من الملح ومن اللي غادي تسلق فغادي نصفه فغير تسلق مباشرة صفيتو ودرتو فبول وغادي نخدمو فورشات بهاد الطريقة هادي مشي ضروري يكون مازال سخون وحتخلي وحتى يبرد فانا كنت زربانه مباشرة غير هاكا تسلق صفيتو كملت التحضير من اللي كنخدموه هاكا بالفورشات وكنهرسو فغادي نضيف له بيضة واحدة وستين قرام ديال الجبن مبشور اللي تقدروا تديرو كيميه اقل غادي بقى على حسب الرغبة وخمسين قرام ديال الخبز المحمص وغادي نخلط هاد المكونات حتى غادي نساجمو تماما وغادي ولي عندي خليط للقوام ديالو هاكا شاد فراسو وغادي نقدر نشكل به كورات فغادي كل قوام ديالو اللي شاد فراسو كنقدرو كنشكلو كيف ما بغينو ما غاديش يكون كل ساق في اليدين بالنسبة للمقادير بالضبط فانا درت ميتين وخمسين قرام ديال البروكولي اللي عبرته حتى تسلق ملي هكا سلقتو عاد عبرت ميتين وخمسين قرام ديال الجبن وخمسين قرام ديال الخبز المحمص وهنا غادي ندفل قليل من الملح والقليل ديال الفلفل اسود وغادي نخلط هاد المكونات حتى غادي نساجمو تماما ومن بعد غادي يكون عندي الخالات واجد وكتشوفوا معي القوام ديالو هكا كيف الشيكون كيكون خالات هكا اللي سقيل بحل شكل ديال ديال معقودة بحل الى غادي نصيبو معقودة ببتاطا صافي هنا عندي الخالي طواجد فمباشرة غادي نشكله لكورات وبطبيعة الحال الحجم ديال الكورات غادي بقى على حسب الرغبة ديالكم بالنسبة لهذا المقادر اللي شاركت معاكم فغادي ندير بها استدية الحبت ولكي الحجم ديالهم شوية كبير كنشكل كورا وكنبسطها شوية في الكف ديالي وكنحطها جانبا انا غادي نشكلهم كلهم عاد غادي ندوز نطيبهم في مرة واحدة إذا بغيتوها كنتم ما كتشكلوا وانتم ما كتحطوا مباشرة في المقلة فغادي بقى على حسب الرغبة انا هنا يشكلتهم كاملين كيف ما كتشوفوا عطاتني استدية الحبت بهذا الحجم هذا وغادي ندوز دابا باش غادي نطيبهم فغادي نحتاجوا مقلة اللي غادي ندير فيها كيميا من الزيت ما غاديش نحتاجوا كيميا الكثيرة القليل فقط وغادي نوزعوا على المقلة كلها بهذا الشكل وغادي نخليه حتى كي سخن مزيان وبالنسبة لنار تكون متوسطة ما تكونش مجاهدة بزاف وغادي نحط الأقراص ديال بروكولي اللي وجدنا مزيان وغادي نخليهم على نار متوسطة ومليها كي يتحمروا من التحت فغادي نقلبهم باش يتحمروا حتى من الفوق مزيان 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 من الجارة بل ذكر رجل و نضيف المقلع يجب أن يحمرون من جميع المقلع يجب أن يكونوا واجدون و يجب أن تحضر كيمياء أكثر تستطيع أن تضعف المقادر و يجب أن يكونوا أكثر من رائع و يجب أن يكونوا أكثر و يجب أن يكونوا أكثر فكانت هذه هي الوصفة اليوم و نتمنى إن شاء الله تجربوها و تنال إعجابكم و نتلاقوه في وصفات أخرى إن شاء الله مرحبا و يجب، و تنالي منزل السكتين و تنال مرحبا و تنال مرحبا و تذكري شكرا